صباح الخير ليه صباح الخير نرمين نحن متواجدين بزاوية تاني من معرض الظهور بحديقة أم الحسن محافظة حما حننقل أكتر صورة عدد من المشاتل حننقل صورة طبيعية وأيضاً اللوحة الطبيعية الجميلة بحديقة أم الحسن ونطلع أكتر عن مشاركة عدد من أصحاب المشاتل المشاركين بهذا المعرض معنا أحد المشاركين صباح الخير صباح الخير كل عام ونتم خير عاد علينا وعليكم صحة والعافية تحكي لي عن مشاركتكم شو الشي الجديد السنة اللي طرحته بالمعرض وقديش مهم هذا المعرض هذا المعرض كل سنة بنشارك بيه وكل سنة على أفضل كل سنة بزيد الإنتاج وزيد عدد المشتركين بالمعرض وكل سنة نحكي هلأ عن أنواع الورود اللي شاركتوا فيها وشو فيه شي جديد أنواع الورود اللي شاركنا فيها فيه من الورود مثل الورد الجوري الورد السلطاني الحبق الريحان الكزانيا النوع من أنواع الشاشات المسكة العطرة وفيه أنواع كثيرة مثل الكزانيا وفيه أنواع صالونية داخلية حط داخل البيت مثل الكريتون ألب عبد الوهاب فيه أنواع شوكيات كمان الفوربيا وأوليفيرا وأنواع الكرة الزهبية وأنواع كثيرة من الشوكيات اليوم بدنا نحكي كمان أنه الورد اللي مشاركين فيه هو كله إنتاج محلي فيه شي طبعا غير الطبيعة غير البلدي يعني نحن بنعرف فيه ورد بلدي وفيه ورد هجين مشاركين بالورد البلدي وفيه ورد الهجين كمان مشاركين بيه وكمان إنتاجنا عمز داد أكتر وأكتر بالإنتاج الهجين بشأن تطور أكتر للورد وكل إنتاجنا أفضل للمستقبل القادم إن شاء الله هل بدنا نحكي شو أهم وردة هيك تتميز فيها محافظة وناس بيطلبوها بحماها كتير الياسمين البلدي الياسمين البلدي وشتة الكاردينيا هي إلى ريحة مميزة باقي أنواع الزهور والقلومفل البلدي كمان والحبخ والريحة كمان هاي بتميز في أكتر شي مدين حماها قديش الإقبال اليوم كيف شايف الإقبال إقبال كثيف الحمد لله إقبال كثيف كل سنة عم يزداد أكتر وأكتر يعني اليوم من الساعة باكر من الصبح نحن هي إقبال العالم يعني ممر ونحن السماوة لحقنا نسئل الزريعة يعني ما أشاء الله يعني نحن بنعرف إنه حماها هي لوحة طبيعية والورد الموجود بحماها معظمه يعني في أنواع كتير من الورد أنتو بدك تحكيلي هلأ مشاركتكم السنوية شو بتعني لكم بتعني إنه شي أفضل أنه البلد تنتاج يزيد عدد المشتركين يزيد الناس تفرح بوجود مهرجان تطلع العالم تصير شيء أفضل لأدام للمستقبل تزداد عدد المشاتل تزداد عدد المشاريع الزراعية تزداد عدد الحدائق الجناين تنسيق يصير أفضل كل هاته إن شاء الله لأدام كل هاته أفضل وإن عاد عليك نعليكم الصحة ولافي طبعا هذا جانب وزاوية تاني من معرض الزهور بحديقة أم الحسان مثل ما نلاحظين الزملاء حقيقة إقبال كبير اليوم شفنا أو السنة هذه شفنا إنتاج جديد شفنا عدد مشاتل أكتر شفنا حتى طبعا مشاركين أكتر نحن عم نحكي عن أكتر من 25 مشارك اليوم بهذا المعرض وهو التقليد الأهم بعد معرض التسوق الموجود حول قلعة حما طبعا هادي نقنا لكم صورة من أحد الزوايا بحديقة أم الحسان زميلي لي وزميلي نرمين عودي إليكن زميلي لي وزميلي نرمين